مبادرة نحن نحب القراءة برنامج يهدف إلى تشجيع حب القراءة لدى الأطفال أسستها الأردنية روبا الدجاني بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية البرنامج انطلق سارة 2006 ليصل اليوم إلى 46 دولة حول العالم يجلس أكثر من عشرين طفلاً في إحدى مدارس عمان الخاصة منصطين بشغفاً لمتطوعة تقرأ عليهم كتاباً ضمن مبادرة لزرع حب القراءة بين الأطفال أسست مبادرة نحن نحب القراءة التي انتشرت في 65 بلداً الأردنية رناد دجاني أستاذة علم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الهاشمية بذرت نحن نحب القراءة أني أنا قرأت في الجامعة في حارتي الأولاد في الحارة قصص باللغة الأم من نفس الواقع مرة بالأسبوع وبيجوا للأطفال بيستمتعوا لقصة أو قصتين بعدين بيصفوا على الدور وبيأخذوا القصص على البيت وأصبحوا هم جوا المنزل هن الدافع للتغيير عن طريق القراءة أنه هن يقولوا لأمهم وأبوهم اقرأوا لي أو هن يقرأوا لزملائهم أو لأقربائهم وأخوانهم أمضت الدجاني خمسة أعوام في الولايات المتحدة وبعد عودتها إلى الأردن عام 2006 أسست مبادرة نحن نحب القراءة بعدما رأت أن عددا قليلا فقط من الأطفال يقرأون من أجل المتعة ووصلت مبادرتها إلى كل المحافظات وتم تدريب أكثر من أربعة آلاف متطوع تتراوح أعمارهم بين ثمان عشرة سنة ومائة عام لاحظت أن الأطفال بالأردن بالرغم أنهم يعرفوا يقرأوا والأمية قليلة جدا لا يستمتعوا في القراءة مع أنه أول كلمة بالقرآن اقرأ وطلعت هي مش بالظاهرة أردنية ظاهرة في كتير دول في العالم وكنت هذا بهمني لأن القراءة لا تجني ثمارها اللي هي أنه يصير عندي حب والتعاطف مع الآخرين أعرف أحاول الآخرين يكون عندي مفردات أعبر فيها عن نفسي خيالي يتوسع قدراتي العقلية تصير أحسن وألفت جمعية نحن نحب القراءة حتى الآن 33 قصة مصورة مخصصة للأطفال تضم مواضيع حول البيئة والتغير المناخي والتعاطف واللاجئين والتنمر والجندرة والتواصل الاجتماعي والعلوم ترجمة نانسي قنقر